السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتبعي قناة تنظيم ومقرر الجيد في الرياضيات فهناك تنظيم ومقرر الجيد في الرياضيات ويبدأوا معي ان شاء الله الدرس تنظيم ومتع جدا يكفي ان تحاولوا ان تتركزوا به وان شاء الله ستستفيدوا منه وانا تتأكده ان جميع التلميذات والتلميذ سيعيشبهم الدرس اليوم سنرى اليوم الدرس وحصة اخرى سنرى جميع التلميذات اذا اليوم سنرى كيف اننا مثلا مثلا اننا نخدم جميع معطيات مثلا موجودة في هذا الجدول ونستعملها او نوضفها في شيء اخر لاحظوا معي ان نقرأ اول تمرين ولاحظوا الجدول الذي يبين عدد الاطفال وما يفضلونه من الفواكه لاحظوا معي الجدول كيف سنرى؟ عدد الاطفال عدد البنات منهم يعني الاطفال يقصد بهم ذكورا وإناثا يعني البنات والأولاد وهنا عدد البنات منهم يعني هنا الموز والتفاح والليمون سنرى الموز عدد الاطفال اللي يريدونه خمسة ولكن فيهم جوجة البنات يعني اثنان يناقص اثنان سننقصها من العدد الخمسة كم تساوي؟ تساوي ثلاثة اذا عندي ثلاثة وجوجة الإناث والمجموع هو خمسة نحظوا معي هنا التفاح عندي ثمانية لدي العدد الأطفال ثمانية يريدون التفاح ولكن أربعة منهم بنات أربعة ناقص ثمانية كم تساوي؟ أربعة يعني أربعة ذكور وربعة ذكور وإناثا ولكن خمسة فقط اللي يريدون الليمون نفهم؟ إذا نقرأ أول تمرين لاحظوا معي كم عدد الأولاد الذين يحبون الموز؟ لاحظوا معي قلنا أن الموز عدد الأطفال ذكورا وإناثا هو خمسة ولكن العدد للبنات جوج يعني جوج ناقص خمسة هي ثلاثة إذا ثلاث ذكور أو للأولاد الذين يريدون يحبون الموز هو ثلاثة كم عدد البنات اللواتي يفضل التفاح والليمون؟ أربعة زائد خمسة كم تساوي؟ تساوي تسعة إذا أكتبوا هنا تسعة مفهوم؟ جيد جدا إذا نحاول أننا نقرأ هذا الجد والهداء أو هذا القاعدة اللي عندي هنا لاحظوا معي عندي قسم واحد وعندي قسم جوج عندي الفتيان والفتيات الفتيان مقصود بهم الأولاد أو للذكور والفتيات الإنات أو لألبنات مفهوم؟ إذا عدد الفتيان هنا عندي في القسم الأول خمسة عشر في القسم الثاني اثنى عشر وبالنسبة للفتيات عندي هنا ثلاثة عشر وحامي الخمسين الفتيان في القسم جوج ؟ الفتيات في القسم واحد وهو تلاتة عشر الفتيات في القسم جوج هو 17 مفهوم إذن عدد الفتيان في القسم 1 هو 15 قراءة بتتبع السهم الأزرق في القسم جوج 17 فتاة قراءة بتتبع السهم الأسود مفهوم أي أننا كنتبع السهم في المغادي وعموما نقول أنه إذا بغينا نقرأ وأن عدد الفتيان في قسم 1 ها هو شحل في القسم جوج كذلك ها هو العدد شحل بالنسبة للفتيات كذلك في القسم 1 ها هو العدد سجل تاجر ما باعه من علب السكر خلال أسبوع في الجدول التالي سجل تاجر يبيع السكر سجل تاجر يبيع السكر يوم الثلاثة باعه من علب 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 السكر علبة إذن معناه هذا إذا بدنا نشوفوش حال بعد نهار اثنين ونهار ثلاث يكفي أن نجمع هاد العددين هادو يعني خمسة وعشرون زائد واحد واربعون نضع العملية أفقيا أكيد والوحدات دائما تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات خمسة زائد واحد كم تساوي تساوي ستة واثنان زائد أربعة كم تساوي تساوي ستة إذن باع ستة وستون علبة الثاني نفهم دي السكر إذا ننتقل التمرين الثاني أحسب عدد علب السكر التي باعها التاجر خلال الأسبوع إذا هنا معلنا إلا أننا نجمع العدد العلب السكر التي باعها في أيام الأسبوع كاملة يعني الاثنين باع خمسة وعشرين العلبة كذلك الثلاثة والأربعة والخميس إذا نضع هنا خمسة وعشرون زائد واحد واربعون زائد تسعون زائد واحد وخمسون زائد ثلاثون زائد ثمانون زائد مئة وخمسون إذن قمتوا بوضع العملية عموديا كذلك أنتم حاولوا أنكم تديروا العملية عموديا يعني تديروا خمسة وعشرون زائد واحد واربعون عموديا بحال هذا الشكل هذا اللي قمت لكم هنا يا أما بغيتش نطول عليكم بزاف باش تحاولوا أنكم تديروا مراجعة بوحدكم في البيت وتحطوا هذه العملية عموديا وتجاوبوا عليها واخا ثم اللي ستجاوبوا عليها والخارج اللي سيخرج لكم صحيح هو أربعمائة وسبعة وستون أربعمائة وسبعة وستون كانت منى أن جميع الأمهات والأباء يخلوا الأطفال ديالهم يديروا هذه العملية عموديا مفهوم ويحاولوا أنهم يحسبوها وأكيد ترسلوا لي واش فعلا قاموا بالحساب ديالها بطريقة صحيحة ولا لا هذا الشيء يفرحني أكيد يساعدني ويخليني أنا لنستمر معكم في الدروس أنا ما بغيتش نعطيكم هذه العملية هذي باش نشوف فعلا واش كتقوموا بالمراجعة من نورايا ولا لا وخب إذن إلى هنا كنوصل للنهاية شترح الجانية أتمنى إن شاء الله نتلقى معكم في درس القادم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة